صدقها الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض نسب القبول للأكاديمية والكليات العسكرية للطلب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وذلك في إطار ما تتبنى الدولة المصرية من تطوير في كافة المجالات والتي من بينها تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض نسب القبول للأكاديمية والكليات العسكرية للطلب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وذلك في إطار دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام والتي نتج عنها مؤشرات خفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية لتكون النسب المأوية للقبول بالأكاديمية العسكرية المصرية كالآتي الكلية الحربية نسبة القبول 65% أكثر للقسم العلمي و70% أكثر للقسم الأدبي الكلية البحرية نسبة القبول 65% أكثر للقسم العلمي والكلية الجوية نسبة القبول 60% أكثر للقسم العلمي و55% أكثر للقسم الأدبي كلية الدفاع الجوي نسبة القبول 65% أكثر للقسم العلمي شعبة الرياضيات فقط وللكليات العسكرية كالآتي الكلية الفنية العسكرية نسبة القبول 70% أكثر للقسم العلمي شعبة الرياضيات فقط كلية الطب بالقوات المسلحة نسبة القبول 87% أكثر للقسم العلمي شعبة العلوم فقط الكلية العسكرية التكنولوجية نسبة القبول 60% أكثر للقسم العلمي بشعبتي ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg